السيدة أمه محمد الزوجها اكتشفت أنه واحدة بتبعت له وهي هو بيتكلم معاها أو هي شك أنه بيتكلم سبيت له البيت مرة وبعد كده رجعت تاني هو قال لها أنا مليش علاقة هي بتطرده يعني أيما كان بقى هي بتطرده أو هو في تواصل بينه وبينها دايما ننصح المؤمنات بأنه بالتغافل مش الزكي اللي عمل نفسه فاهم كل حاجة وأنا عارف أنها بتكلمك وأنا عارف أنها يقولك ليس الذكي بسيد في قومه ولكن سيدة قومه المتغابي مش اللي عامل نفسه وفاهم كل حاجة لا اللي شايف وفاهم كل حاجة وعامل نفسه مش شايف حاجة فأنا هتعامل بقى بالحكمة أبتدي أراجع تصرفاتي ربما الزوج ده محتاج نوع من العطاء أنا مش واخد بالي منه تقول لا ده أنا مش مأصرة في حاجة ما هنا دايما نقول أنا بقول من وجهة نظري إن أنا مش مأصرة في حاجة فبديله اللي أنا أدرت دي مش بديله اللي هو محتاجه هل أنا سألت نفسي اللي أنا بديهوله ده يعني هو بيكفيه ولا لأ فلابد إن الواحدة تكون صدقة مع نفسها مش معنى كده إنه لو الزوجة قصرت الزوج يروح يعمل العماي الصفهاء دي لا بس أنا بقول الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف فما حطوش في مؤثرات وضغوط وبعدين أبتدي أقول أسألت أنا ما أصرتش صلي كل يوم ركعتين لله وبعد ما تصلي ركعتين قضاء حاجة بهديته وإنه يجعلي قرة عين له ويجعله قرة عين لك وأكتير من الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله والدعاء للزوج بالهداية وإنه يصرفه عن الحرام ادعيله وإوعي تدي عليه وأحسني إليه وجودي أكتر بحيث ترجعي الزوج وده كتير بيحصل في البيوت والزوجة الحكيمة هي اللي بترجع زوجها مرة تانية وسال الله المعونة سال الله المعونة سال الله المعونة